اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين واسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا مستمعين على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 يعني ما نستقبل اتصالاتكم بالحلقة اليوم نحاول نفتحها لكم بعد كذلك مستمعين اللي عنده أي ملاحظة عنده أي اقتراح عنده أي شكوى على الخدمات اللي تقدم في القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ويعني حاب يفتح موضوع بعد كذلك عن القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال مفتوح لكم موجودين معاكم إن شاء الله من الساعة يعني من الحين لين 1055 دقيقة فحياكم الله لا تتصلوا على آخر البرنامج خلوا يعني على اساس نعطيكم أكبر قدر من أو أكبر مساحة للمشاركة من الحين ممكن تتواصلون معنا عموما نرحب بفريق العمل عندنا اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة هو معد الحلقة وعندنا في التنسيق ميرا المري وفي الإخراج المبدع دائما ناصر السليمي دراستنا تقول اليوم باحثون يعلنون عن اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان أعلن مجموعة من الباحثين عن اكتشافهم لعضو جديد في جسم الإنسان قد يؤثر في العديد من الأمراض الخطيرة أفاد علماء أمريكيون بأنهم اكتشفوا ما يمكن تشبيهه بطريق سريع الهايوي من السوائل المتحركة ضمن جسم الإنسان وذلك بعد استخدامهم تقنيات فحص جديدة وحديثة حيث وجد العلماء بأن النسيج الخلالي الذي جرى الاعتقاد سابقا بأنه نسيج ضام كثيف هو حجرات متشابكة مليئة بالسوائل يقول المعد المساعدة الدراسة الدكتور نيل ذيس استاذ علم الأمراض بجامعة نيويورك من شأن هذه النتائج أن تحدث تقدما هائلا في الطب حيث يمكن لأخذ عينات من السوائل الموجودة ضمن هذا النسيج السائل الخلالي وتحليلها أن يغدو وسيلة تشخيصية ممتازة كما أنها قد تساعد على ابتكار طرق جديدة لعلاج العديد من المشاكل الصحية بما فيها السرطان جارنا الله وإياكم والأمراض المرتبطة كذلك بالتقدم في العمر وتقع شبكة السوائل المكتشفة حديثا تحت سطح الجلد وبين العضلات وفي بطانة النسيج الهضمي وفي الرئتين والمجاري البولية وحول الشرايين والأوردة يقول العلماء بأن هذه الشبكة من السوائل تصرف محتواها ضمن الجهاز اللينفوي وقد تفسر لماذا ينتشر السرطان الذي يصل إلى طريقها السريع بسرعة أكبر عبر الجسم الباحثون يشيرون إلى أن هذه الدراسة الأولى التي تصنف النسيج الخلالي على أنه عضو مستقل ومن أكبر أعضاء الجسم البشري سبحان الله علم الإنسان ما لم يعلم مثل هذه الاكتشافات بشكل كبير فساهم مستمعين يعني في إيجاد العديد من طرق العلاج المبتكرة يقول لك حتى ذكر في القمة الحكومية كنا من بين الابتكارات الخاصة بالمواضيع الصحية معظمها كانت تركز على أن معدل العمر عند الإنسان أو تأخير الشيخوخة بيوصل لين تسعين سنة وفوق يعني تخيل أنت ممكن تكون يكون عمرك تسعين سنة ولكنت فعليا أعضائك الجسمية وأعضائك الحيوية والجسم عندك عايش تنة أنت 40 سنة ناصر يقول هذا خرط شو رأيكم أنتو؟ لا أنا أقول لك أن العلم واصل هذه المرحلة فيه أمور كثيرة الحين يا ريال تشوف الوحدة عمرها 60 سنة تقول عمرها 30 سنة ها؟ منو كان يتوقع أن هذا الكلام صحيح ولكن على فكرة ترى جزء كبير منها يرجع إلى نمط الحياة الصحي ناصر والمستمعين ككل يعني نقولكم أن المسألة ترى مو مسألة اعتباطية أو أن الواحد ممكن يقول أنه هذي اللي قاعدين يألفون يعني يعطون شسم شهرات لا العلم في القطاع الصحي قاعد يتطور أنتو ما تعرف يعني منو كان يتوقع أنه بتطلع لنا هذه التقنيات اليديدة نحن نتكلم على أساس أنه ممكن مستقبلا الرحلات هذه اللي كنا ناخذت فيها 14 و 15 ساعة ممكن توصل إلى ساعة أو ساعتين نزين؟ كل هذه النماذج موجودة ما تعرف أنت شو ممكن يصير منو كان يعني يتوقع قبل عشر سنوات هذه التقنيات اللي نحن نعيشها الحين ممكنها تكون موجودة أرجع لين سنة الفين في سنة الفين كنا ديش الفترة طلبة في الجامعة أذكر يعني شكل ووفد من الجامعة كان برعاية اسمه الشيخ عبدالله بن زاهد إزاها الله خير يعني تكفل بوفد تقريبا كنا تقريبا 30 شخص أو 35 شخص رحنا على ألمانيا في إكس بو هانوفر إكس بو هانوفر لما دخلنا كان معني بالتقنيات ديش اللي يعني تعرف نحن يعني عنا هذا التلفون طابوق اللي كان يسمونه هدهد ونيس وما أدري كذا الهدهد كان يعني أصغر تلفون وجود يوم سرنا هناك نطلع من التقنيات كان فيه فيديو كول يتكلمون عنه الواحد بالتلفون ماسك تلفون ويتكلم مع شخص في أفريقيا هذه من ضمن التقنيات وهي تقنيات شفناها يعني مطابقة لكن الفكرة أنه ممكن أن نتكلم فيديو مع ناس موجودين حول العالمة كيف يعني هذا شيء ما كنا نتخيله في ديتش الفترة في غضون سنوات قليلة سوق الهواتف دخلت الهواتف الذكية في المجال هذا صارت نقلة فما في شيء بعيد يعني ممكن كل شيء يستوي مدام أنت يعني عندك رؤية مستقبلية وتحاول أنك أنت تطبق المستقبل اليوم فأعتقد لا كل شيء سهل وعننا هنا يعني سبحان الله نحن عندنا رؤية سديدة من الحكومة أنه خلاص نحن نبغي نعيش المستقبل يا جماعة الخير ما في مجال أن نحن نتقاعس عن هذا الموضوع لا اليوم نحن قاعدين نبغي نعيش المستقبل ونبغي المستقبل العشر سنوات جدا لا اليوم يتم تطبيق هذه الأفكار في كافة المجالات من ضمنها المجالات الصحية وتحدثنا في أكثر من مرة عن هذا الموضوع قبل أطلع فاصل إذا في عندنا وقت ناصر في بس شغلة شيء دراسة سريعة بغي أقولها يقولوا كشف دراسة علمية عن أن الرجال المتزوجين يكتسبون الوزن مقارنة بقرانهم غير المرتبطين عاطفيا لشان تشيل واحد يوم من عرس عقب شهر شهرين شوفهم كرش قالت أن مؤشر كتلة أجساد الرجال يزداد بعد الزواج وعقب إنجاب أول طفل وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية الباحثون في جامعة باث أشاروا إلى أن الرجال العازبين يحافظون عن لياقتهم ونحافتهم وذلك سعي منهم من أجل اجتذاب الفتيات نحوهم ولكنهم يبدأون في تناول الأطعمة الأقل صحية الأقل صحة وأكثر دسامة بعد الزواج وتفسر رئيسة الدراسة جوانا سيردة أن من يخوضون علاقات يتناولون الطعام بدرجة أكبر بسبب الالتزامات الاجتماعية التي قد تنشأ بعد الزواج موضحة أن الرجال الذين ما زالوا في مرحلة البحث عن شريكة للحياة يبدلون مجهود مضاعفا من أجل الحفاظ على لياقتهم عكس الأفراد المتزوجين وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند المتزوجين سيردة قامت في دراستها بتحليل بيانات الطول والوزن على تقريبا 8079 رجل والتي جمعتها في عام 99 ليلة 2013 اكتشفت أن مؤشر كتلة الجسم الرجل ينخفض بعد قبل وبعد الطلاق مباشرة بعياذ بالله بينما لم تتأثر بحمل زوجته وأضافت أن هناك نحو سبع من كل عشرة رجال المتزوجين في بريطانيا 65% يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة الملخص كله الحر ما هي السبب في كرشة الريال ها ناصر صح؟ يقول صح شو رأيت أنت نيرة ها نيرة نيرة تقول غلط فاصل وراجعين إن شاء الله بس جماعة الخير نوه أنه موضوع برنامج البث المباشر انتهى معظم الاتصالات التي تينا على البث المباشر نحن صحة وسعادة عندكم أي السفسار عن الصحة عن السعادة نحن موجودين فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معنا في برنامج صحة وسعادة ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة هني عند إبراهيم امطارش رسالة يقول سلام عليكم رحمة الله وبركاته أرجو تواصل معي ضروري لحالة خاصة حتى ما ارتكب أي خطأ أو جريمة الرجاء ثم الرجاء اتصلي فيه شوفي مير أخاف يعني شاس ما ارتكب جريمة أو شي أخوي محمود أنتم في صحة وسعادة ما اختلفتوا لكن وش وشة ما نسمع بوضوح مبرعي مبرعي يمكن عندك مشكلة في الجهاز مالك طيب مكتب الخدمات الإنسانية في هيئة الصحة في دبي حقق خلال العام الماضي إنجازات كبيرة ومتعددة ساهمت بشكل فاعل في تخفيف العبء المالي والنفس والاجتماعي عن كثير من المرضى وذويهم من مختلف الأعمار والجنسيات ما نتعرف على هذه الإنجازات والمبادرات المختلفة اللي أطلقها المكتب وأيضا ضمن يعني عام الخير وعام زايد والعديد من المبادرات اللي تسام فيها هيئة الصحة في دبي على طول دكتور ند التابان عن لايف منور بن لاحج معنا السادس سالم بن لاحج رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة في دبي صبحك الله بالخير خير ورحمة يا الله وحمود طيب السادس سالم يعني إذا ما نتكلم عن الإنجازات عن المكتب خلنا في البداية نتعرف على المهام والخدمات التي تقدمونها في المكتب بشكل عام طبعا يمكن نحن في خلال 2018 اللقاء الثاني أو الثالث وياكم إذا أكون الله خير يعني على تصريط الضوء على برامج أو الهيئة الصحة يعني في الخدمات الإنسانية وهذا طبعا مكتب الخدمات الإنسانية قلنا نحن يختص بدعم الحالات الإنسانية المعسرة يعني في كل نواحي للبرامج العلاجية وبعض البرامج المجتمعية نفذها مع شعب الخدمة الاجتماعية في هيئة الصحة يعني فالسنة الحمد لله نحن مع عام الخير نفذنا برامج كثيرة يعني مخرجاتها كانت الحمد لله يعني طافة العدد اللي نحن توقع كم عدد الحالات الاستفاد تقريبا من المكتب خلال العام الماضي وشو معظم الجنسيات يعني كم جنسية كانت هو بشكل حجم المبادرات اللي سويناها العام الماضي وحجم يعني كانت مجتمعية وانسانية نحن غطينا أكثر يعني المستفيدين نحن حسبنا أكثر من 35 ألف مستفيد خلال العام زايد منها مبادرات كانت في شهر رمضان ومنها مبادرات اللي هي الدوائية بشكل عام تقريمة كم جنسية استفاد يعني هم اتجاوزوا وكثم من 45 جنسية ومسجلة عنها اللي هم مستفيدين من الخدمات هاي الانسان أنا هنا أبغي نوه ساسالم أن الخدمات اللي تتقدمون ترمو خدمات بسيطة أن الواحد يعني كل واحد تكلفته تكون عالية بالنسبة للعلاج أو غيرها أو من الخدمات اللي تتقدمون فأبغي عرف شو أنواع الحالات المرضية اللي يعني تقدمون خدمات من خلال هذا المكتب طبعا نحن صممنا برامج جديدة اللي هي البرامج اللي هي من العام الماضي أطلغناها اللي هي مثلا برنامج القلب أو برنامج العيون أو برنامج العيادة التطوعية وهذه كلها كلفة يعني كل برنامج يكلف يعني تقريبا الباكيج أو البرنامج العلاجي اللي مثلا أنقذ قلبا اللي هي مال الذبحة الصدرية يعني يكلف تقريبا من 30 صممنا على أساس أن يبدأ من تشخيص الطبيب إلى إجراء القسطرة والعلاج لمدة 6 أشهر فهذا يكلف يعني تقريبا فوق الـ 40 ألف أو الـ 50 ألف كباكيج يعني غير مثلا التعاون مع المؤسسات الخيرية الثانية مثلا مؤسسة نور دبي للعيون حاطين احنا ميزانية تقريبا معاهم الحالة تكلف لين 50 ألف بالتعاون وياهم ممكن تتغطى من خلال برنامج عيون مع نور دبي يعني عندنا البرامج الدوائية وهي طبعا تعتبر التكلفة العالية يعني حنا حاطين حتى حق السنة هذه حاطين البجت يعني نتوقع أنه نوصل لين حتى 200 مليون فقيمة قيمة البرامج هذه خلال الثلاثة شراء يطلغنا لين الحين خمس أدوية جديدة مدعومة من خلال البرامج الدعم الدوائي هذه يعني ممتاز اللون حسبها لو برنامج واحد يكلفك 19 ألف في الشهر للمريض الواحد ويحتاج له 48 أو 49 شهر فحسبها أنت روحك يعني بتطلع بكم يعني إن شاء الله تطلع مبلغ والله مبلغ فالحمد لله أنها يبعد يعني الكلفة ما تكون على المريض إلا يمكن تكون يمكن جزئية معي يمكن حق شهر واحد والبقية تتكفل بها برامج الأدوية هذه طبعا من خلال الشراكات المجتمعية مع المؤسسات التي عندها برامج دعم مجتمعي يعني فهذه جزئية يعني برنامج واحد يعتبر يعني تكلفته هذه فما بالك إحنا عنا أكثر من 54 أو 55 برنامج دواي أطلقا خلال يعني سنتين الماضيات هذه فيعني إذا حسب الأرقام يعني نحن نتوقع مبلغ كبير يعني طبعا يعني ما يزيد عن 700 ألف على المريض الواحد يعني يستوي يعني فأحسب يعني هذا يعني نقول 49 شهر يعني تقريبا تكلف توصل مليون حتى وهذه من البرامج اللي نحن نعتبرها مثلا البرنامج اللي أطلقنا آخر شيء من الأدوية اللي يتعتبر أنك يعني استمراريتها يكون مريض تعافى يعني عدى مثلا الغدة المرض البرام في الغدة أو شيء منها القبيلة يعني هذه مبادرات وايد مهمة يمكن كثير من بلدان ما فيها مثل هذه المبادرات ولكن السؤال اللي يفرض نفسه شو هي الآلية الاستفادة من خدمات هذا المكتب من خلال البرامج اللي شو الشروط المطلوبة كيف الواحد ممكن يوصل لكم كيف الواحد ممكن يسجل سواء إذا كان مريض يبغي يستفيل من هذه الخدمات أيضا عندي سؤال ثاني إذا أنا كرجل أعمال ولا مؤسسة خيرية ولا شركة وطنية أو مؤسسة يعني في القطاع الخاص أبغي أدعم هذا المكتب كيف ممكن أدعم هذا المكتب إذا كان المجال مفتوح طبعا المجال مفتوح في مثلا دعم المرضى أو دعم البرامج اللي تنفذ من خلال مكتب الخدمات الإنسانية حسب نظام يعني المسؤولين المجتمعي لكل شخص يعني إن كان شخص إن كان مؤسسة وإن كان يعني مؤسسة خاصة أو حكومية من خلال طبعا التواصل ويانا وتنسيق يعني كيفية التبرع أو كيفية يكون فيه تبني برنامج معين مثلا إذا يحب يتبني برنامج كامل خلال السنة إحنا حطينا تصور مثلا نقول أنقذ قلبا مثلا خلال السنة يكلف مليون وثمانمئة ألف مثلا الحالة كلهم أنتوا تحطونهم يعني هذه المبالغ إذا واحد يبغي يتبرع مبلغ بسيط يعني طبعا يعني تعرف المبالغ البسيطة إحنا عنا العمليات الفحوصات التحاليل هذه كلها تكلفة فهذا عندنا المظلة الرئيسية لهو برنامج مساعدة مساعدة هو المظلة الرئيسية لبرنامج الخدمات الإنسانية في هيئة الصحة وتحت أنقذ قلبا العيون الصحيح فالمبادرات هذه كلها إحنا حطينا لها رقم يعني مثلا القلب يكلفني يعني خلال السنة حق الحالات إذا نحسبها خمس حالات في الشهر يكلفني مليون وثمانمئة ألف تكلفة يعني يعني على قل يعني يستفيدوا من هذه الخدمات شو الشروط اللي حاطة الحمد لله الحين من خلال الخدمات أو الخدمة الاجتماعية في المستشفيات ومن خلال بعض البرامج الأدوية لتنفذ من خلال أطباء لهم الحالات عندهم يكون الاستمارة تتحول من خلال الطبيب أو من خلال الأخصاء الاجتماعي بعد استفاء الطلبات لهو الإقامة الرسمية الفعلية الرسمية في الهيئة في الإمارة مع يعني أو يعني الحالات اللي هي في دبي مسجلة يعني الأوراق الرسمية مع إثبات حالة يعني أن المريض هذا معصر طبعا حسب المستندات اللي هو يسلمها لنا ومن خلالها هي وطبعا الحالتها لا تأخذ حتى الوقت من خلال وصول الأوراق كاملة لغاية الموافقة يمكن في نفس اليوم أو حسب الحالة الإنسانية يعني جميل يعني الوقت قاعد يدهمني أريد أن أتكلم عن مشاريعكم ومبادراتكم خلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله الله يعود علينا وعلينا طبعا السنة طبعا بعد اتخذينا إجراءات يديدة اللي هي حق عام زايد فمن ضمنها بتكون مبادرات عام زايد وبيكون من ضمنها بعد مبادرات الأفطار الصائم والمير رمضاني شكل ما قلنا العام الماضي إحنا استفادوا من فوق 30 ألف بس في خلال شهر رمضان صحي السنة الحمد لله الإجراءات بدت من شهر رجب بدأنا اجتماعات مع الجمعيات الخيرية ومع بعض الداعمين لمثلها البرامج وإن شاء الله يعني خلال شعبان يعني بتبدأ البرامج في تنفيذها خلال عام زايد طبعا كان فيها اطلاقات لبرامج كثيرة وكلها ثقافية واجتماعية من جانبنا إحنا في برامج إن شاء الله بتكون نوعية يديدة بتكون داخل الدولة وخارج الدولة ركزنا على يعني طبعا زايد والإنسانية في في داخل الدولة وخارج الدولة فبتكون في برامج إن شاء الله لها قيمة يعني ولها مردود إنساني يعني على الدولة إن شاء الله يعني جميل في مبادرة سمها يومناك هي نعم هذه يومناك من المبادرات الداخلية اللي أطلقتها الهيئة مؤخرا خلنا نتكلم عن هذه المبادرة ومنهم المستفيدين منها طبعا يومناك أنا يعني أنا يعني أنا عضو في مجلس أو في الفريق العمل يومناك طبعا يعني يهدف هو صندوق تكافلي يختص بموظفي هيئة الصحة الصندوق التكافلي هذا يعني لدعم المرضى أو لدعم الحالات المعسرة بكل الجوانب يعني تعليمية ممكن تكون مالية ممكن مرضية ممكن لموظفي لهيئة الدعم يعني نرغب فيه إن شاء الله نوصل لأن المريض أو الموظف هذا يكون فيه يعني دعم تكافلي بينهم وبين بعض يعني جميل مجرد 25 درهم اشتراك تغير يعني من يعني يعني خلال الشهر يعني إذا تبرعت ب25 أو اشتركت ب25 درهم فأحسبها على 10.000 أو 13.000 موظف مبلغ جميل جميل وبيكون فيه يعني هذا يكون فيه نوع من التكاتف بين الموظفين يعني هذه شغلة جميلة يعني هذه حتى تقافة جديدة في المؤسسات يعني أنت تسوي مثل جمعية خيرية ما بين الموظفين كل واحد يعني شهريا بس يقصون 25 درهم سعر كوفي تشربه فيه في قهوة وكلا زي يعني مبنى مبلغ تحسبه ولكن هذا المبلغ يتجمع في صندوق واحد هذا الصندوق ممكن لا سمح الله أي حد من الموظفين يعني صار له أي ضرفة أو أي شغلة ممكن أن تساعدونا من خلال هذا المكتب لو واحد يبغي يتزوج بعد بتخلونا والله يعني هي مطروحة الأفكار هاي كلها يا محمود يعني نحن بس لأن البرامج انطلق العام الماضي نتمنى أن يكون فيه اشتراكات كبيرة يعني موظفين إن شاء الله يعني مع الاشتراكات الخفيفة هذه يمكن الحالات التي تم تقضيتها خلال الفترة هذه يعني حالات في التعليم في الصحة في الأمور المالية صار عدد كبير يعني اللجنة تجتمع كل سبوعين وهذا روحة مردود يعني لإسعاد الموظفين وتكاتر من اسمال الموظف وهذا كثير كثير فوائف فهي من ضمن تحديات اللجنة إن شاء الله يكون يعني نتمنى أن يكون تنعون بهذه إن شاء الله إن شاء الله لا إن شاء الله بتوصلون للثقافة هذه يعني بشكل كبير بما أنه الهدف خيري يعني في كل الأحوال أنا عندي أقل من دقيقة سالسالم إذا حاب يعني تضيف شغلة أنا يمكن نسيتها أو ما ما تطرقت هو طبعا نحن تعرف اعتمادنا على الشركاء الخارجيين إذا هم يدعمون البرامجنا هذه إن كان ليمناك أو حتى برامجنا العلاجية بشكل عام فأنا أشكر جميع الشركاء الاستراتيجيين لبرامجنا يعني خلال الأعوام الماضية ونتمنى إن شاء الله يكون دعم أكثر خلال الفترة اللي آية إن شاء الله شكرا لك سالسالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية بهيئة الصحة في دبي نتمنى أنك توفي في كل البرامج نتقدمونها طبعا هذا المكتب أنا دائما نقول للمكتب ما في بيبان واتخرج على طول ولا باب ولا شي كل المكاتب مفتوحة يوم أقول ما في باب يعني ما شي باب على راس المكتب شاء لين بيبان كل هذا يضحك سالم عموم فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن فعاليات صحة دبي واحتفاليات صحة دبي بيوم الصحة العالمي بلكن معنا وفعايش مدير إدارة التغذية العلاجية فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج الذي قد ملكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعت نور دبي إذن أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006 معنا في الستوديو دكتورة وفعايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي أوشي صبحت الله بالخير دكتورة صبحت الله بالنور والسرور أنا قابل لأدخل في موضوع اليوم أنا قريت دراسة عن كرشر الريال إذا سمعتيها أنزين يقولت أن الكرش مع الريال يزيد بعد الزواج صح صحة أنت تأيدين وهذا لا من أشسب إذا أكل الحل ما طيب أو إذا مش طيب بالحالتين ليه إيش لأنه إذا الأكل مش طيب بيأكله برا فبيزيد إجمال الهرمونات سواء المرأة ولا الرجل على فكرة مش بس المرأة بتزيد ككل الرجل بيزيد في البطن لأنه عادة الرجل أول ما بيزيد عنده البطن يعني هاي من الزيادات الفخد والبطن من الأساسيات عند المرأة بداية الفخد والبطن في زيادة وبطلع عند الرجل في البطن بداية الزيادة فبعد الزواج كل الهرمونات سواء عند الزكر أو عند الأنثى تتغير مع الزواج وبالتالي بيصير في بعض التغيرات منها الكرش الدراسة هذه يعني ربطتها بالسلوكيات لأن الأكل، الراحة النفسية، طريقة الالتزام وفي الوجبات يعني في كتير أشياء بتأثر نعم هذا على طاري يعني ممكن لأحد يكتب لك في بداية الزواج اسم حرمته الحب وردت حياتي بعد تقريبا ستة شهور سبع شهور سنة غلطت حياتي كتير وممكن لن نعمل نفس الشيء وممكن العكس عموما من موضوعنا موضوعنا اليوم أن تشارك هاية الصحة بدبي احتفالات العالم بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل كل عام وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 للميلاد حيث تم أو يتم كل عام اختيار شعار يصلط الضوء على أولوية تهتم بها منظمة الصحة العالمية صحيح أعطينا فكرة عامة عن المبادرات اللي موجودة فيها هذا اليوم حسب الصحة الجميع طبعا هي الآن توجهات منظمة الصحة العالمية أن الصحة لازم أنها تكون صحة شاملة صحة نفسية صحة تغدوية صحة زي ما تفضلت سلوكية ولغاية الآن سبعين سنة أنت بتعرف سبعين سنة من احتفالات يوم الصحة العالمية السنة بيكملوا سبعين سنة من 1988 طبعا كل سنة يمكن لمدة أربع سنوات كانت الجوع مكافحة الجوع قد ما كان هذا الموضوع مهم السنة صحة للجميع وإحنا ولله الحمد بالإمارات البيلرز اللي حطوها أو الأهداف اللي حطوها حطوا أربعة الإلهام والتحفز والتوجه والتغطية الإلهام أنه يستسليط ضوء السياسيين والقادة على همية الصحة والحمد لله أنت شايف يعني قياداتنا ولله الحمد كلهم يعني ما إن شاء الله كبارك الرحمن أساس عندهم الصحة وداعمين بكل الطرق سواء من شيخنا الله يحفظهم حتى اللي يحطوهم كرؤساء عموم في كل الهيئة إضافة إلى أنه التحفيز أنه يحطوا شكلوا تبادل بين البلدان على مين أحسن بلد بتغطي التغطية الصحية وكمان إحنا كإمارات طلعنا من الناس اللي نشكر الله كتحفيز ندعم ونحفز العالم على الرعاية الصحية لأن الواحد يشترك في التأمين الصحية وهذا كانت مضمد لأشياء اللي كانت صعبة وهي بتيجي عندك التوجيه عندتش مرتباتنا كاما وصلنا؟ لا بالضبط لأنه لسه هلا حتطلع بنهاية 2018 المفروض هلا بعد اليوم تكون دايما على كل بيوم صحة العالمية يبعملوا الاستغيارات وتطلع التوجيه وطبعا وتشجيع الناس على أنهم يتخذوا القرارات يعني بيتوجهوا للمنظمة تساعدهم أنه كيف يتوجهوا بصورة صحيحة التوجيه أنه يوفروا الأدوات الخاصة لدعم دور السياسي أو دور القادة في دعم الصحة في البلاد بالتغطية اللازمة وعن طريق التغطية الصحية الشاملة وهذا اللي احنا عملناه كعناية وأنه ألزمنا الناس سواء قطاع الخاص أو قطاع الحكومي أنهم هم يأمنوا فيه حتى بانلز وهذا أنت بتقدر أنك خلينا نقول تضمن الصحة للجميع وهذا هو شعار السنة تبع الصحة للجميع وإذا أي حدا حابب في عندهم هاشتاغ هلس فور أول ممكن يدخلوا ويعطوا ذير كومنس وهما بيردوا عليهم بتعليقاتهم إحنا بالنسبة للمكاهية صحة دبي ولله الحمد إحنا بلشنا ب هي ستة أربعة يوم صحة العالم إحنا بلشنا من أربعة أربعة مع الرعاية الصحية الأولية إدارة التغنيه هناك وعملوا فعالية بمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة كان تم توعيتهم عن أهمية الصحة وزعنا عليهم كتيبات أخذنا قياس للجسم إذا كانوا عندهم يتمتعون بصحة ولا ياقة وكان في محادرات ومرش عمل مصاحبة نفس النظام حيكون في مؤسسة دبي الذكية يوم تمانية أربعة بعد بكرة مستشفى لطيفة تمانية أربعة يوم الاثنين عفواً اليوم عندنا بمؤسسة دبي الذكية مستشفى راشد ومستشفى لطيفة بكرة بإذن الله تعالى نفس الشيء حيكون فيه ورش عمل فيه مصابقات تغذوية فيه شرح شو يعني الصحة ورش عمل شو تغصدين يعني أنا أريد تكون مفتوحة للجمهور 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 في الرسابتشن بيكون في عندك أكتر من قياس كتلة الدهن في قياس السكر فحص سلخ الطبق الصحي أكيد التمريد دائما يعني مشكورين إدارة التمريد دائما بيساهموا أن يكونوا بذور فعال معانا دائما موجودين بعدين عنا بهيئة الإمارات المواصفات والمقييس أيضا غدا مركز الممزر الصحي حيكون في عنا بعشرة أربعة مؤسسة المواصلات العامة بالمؤسسة المواصلات يتم فحص الموظفين مش بس الناس اللي جاي يعني عندك المؤسسة دبي الذكية مؤسسة محمد الراشد هيئة الإمارات لكلها أنت الناس الضيوف مع المواصفين المواصلات إحنا نتعمد أنه نفحص الناس اللي موجودين لأن هذول الشريحة مش كتير أنت بتوصلهم فبيوم صحة للجميع إحنا بنحاول عملهم زي قياس كامل للصحة طبعتهم وهذا شيء جاي ومجاني أكيد إحنا كل الخدمات والله الحمد في توعيد المجتمع مجاني يعني قدمونا بشكل مجاني ومهم زيد الخير الحمد لله الحمد لله مركز البرشة بـ 12 الشهر المواصلات العامة يوم 11 الشهر بإذن الله مركز الصفة والطوار يوم 15 و16 جامعة زايد هلأ رحنا للعمال رحنا للموظفيين للمؤسسات الحكومية والجامعات رحنا لجامعة زايد اللي إحنا دائما متعاونين معهم في توعية الطلاب وهم عندهم كلية العلم الصحية فإحنا موجودين هنا كمان نعمل لكل الطلاب اللي موجودين توعية وبنشارك معنا طلابنا يعني فيه عندنا طلاب أصلا معانا انترن بيعملوا مرتاح فبكونوا معانا من ضمن الفريق اللي موجود مستشفى حتى بـ 19 أربعة وآخر شي بدي يكون عندنا في هيئة المياه وكهرباء دبي يعني هو يوم واحد ولكن إحنا استقطبنا خلال من أربعة أربعة إلى خمسة أجهر خلنا شهر تقريبا ما شاء الله عليكم يعني هذه مبادرة جميلة جدا من قبل هيئة الصحة بدبي أنها تتواجد في معظم مفاصل المجتمع لازم فشغلة جميلة يعطيكم ألف عافية فيها الحين أبغي يعني أتكلم عن يعني أهمية التغذية بشكل عام ومدى تأثيرها على صحة الفرد هلا أول شي بدنا نفهم يعني من ضمن الأهداف بما أنه نتكلم عن صحة الجميع فإحنا أخذنا من مرحلة الحمل عند الأم لغاية كبار السن جميل وتطرقنا أن الكتيبات اللي تكون موجودة في يوم الصحة العالمي فيه للطفل فيه للحامل فيه للمسنين فيه للمدارس وفيه للرياضيين كمان تطرقنا لهم هتكون موجودة عن أهمية المي اللي هي أساس وحطينا برنامج اللي هو برنامج الغذائي من دون العومة أظافر أيضا موجود يعني نتكلم عن المراهقين ونتكلم عن الحضانة الأطفال اللي في الحضانة التغذية تبعتهم أهم شيء أنه لما نتكلم نتكلم عن الطبق الصحي ليش منركز عمانا على الطبق الصحي والمي؟ لأنه إذا تواجدوا هدول الاتنين مع الرياضة وإحنا منشجع إنه الإنسان حتى هو جالس يكون فيه عنده إذا شفت البدلرز اللي إحنا وزعناهم حتى على الجهات الحكومية بحيث إنه هو جالس تحت المكتب طبعا يحذك رجلي يقوم يمشي يحاول يعمل رياضة عم نحاول دائما كمان نورجيهم إذا أنت قاعد في المكتب شو الرياضات اللي ممكن تعملها وإنت جالس بحيث إنه تحرق سعرات حرارية بالذات الناس اللي زي الأطباء مثلا اللي هم جالسين من الساعة مثلا خلينا قول 8 لـ 11 إذا كان دوامين وإذا كان لهذه الساعة 22 ونص الظهر أيضا تطلقنا إنه إنت لما تكون عم تتكرم على الطبق الصحي شو مكونات الطبق الصحي كتير مفهوم التغذية الصحية محمود عند الناس إنه أنا أكل ما صخ ما له طعم ولا إله لا غذاء صحي لا يا جماعة غذائك بذكاء غذائك بطبيعتك ببلدك في إيش تبا فوقا كيف أسويها بطبيعة صحة تبا برياني ماتش بوز تبا سويت أن ساور مثلا تشينيز اللي تبا لكن بطريقة صحية وهذا هدف وعملنا يعني حتى الريسيبيز أو خلينا نقول وصفات موجودين الخصائية التغذية ولله الحمد أكفاء إنهم يعطوك طبقك بطريقة صحية فطور غدا عشا وتوزيعهم وكيف يكون متوازن الطبق الصحي نص الطبق خضار ونصه موزع ما بين الحبوب والألبان والأجبان بره وعلى سيرة الكرش خلينا نعمل من ضمن الدراسات اللي كتير مفيدة إنك أنت لإذابة شحوم البطن يجب أنك تاخذ الأبيض قبل الوجبة وهو الروب اللي غني بالبكتيريا الجيدة أو حليب الصبح والروب وحليب كامل ده سمعت كلم خالدة إذا شربت وكالت هذا صاب مساحة كبيرة من المعدة بتغطى أو لا ومش هيك الكالسيوم والبروتين اللي موجود فيها بيساعد على إذابة الدون مختزنة في جدال البطن أنزل ليش قلتي كامل الدسم وإن قليل الدسم لأنه كامل الدسم للأسف كثير من الناس شوف يعني مغالطة في عندهم خليني أصلح المعلومة شكرا لسؤالك أنا كأخصائي التغذية أنصح في كامل دسم اللي ربنا خلقه كما هو بدون العرضة إذا أنا أتمطع بصحة يعني ما عندي أمراض قلب ما عندي مشاكل ليه لأنه الفرق كثير بسيط في سعرات الحرارية بين كامل الدسم والخال الدسم 150 سعرات حرارية في كامل الدسم الكوب وخال الدسم 85 يعني الفرق بس 35 ولكن أنا دخلت عمليات بروسسينج أنا غيرت فيه تشكيل تشكيل ليه ما مضطر أنا أخفف الدهون ما أخذ معلقة زيت 45 سعرات حرارية أقل من اللي بدي أمنعه إضافة إلا أنه آخر شي بس إنه الفيتامينات الذائبة وإحنا عنا نقص قوي في فيتامين دال في الإمارات والعالم العربي لاتجاه الناس إلى كله خالد دسم خالد دسم خالد دسم الدهون نحتاجها للفيتامينات الذائبة وأهمها فيتامين دال جميل طيب أحيانا في بعض الأكلات هذه مثل الموفن هي تقليل دسم هذه ما عندي مشكلة هذه ما في مشكلة لا أنا أتكلم عن الروب عن الألبان اللي هي الطبيعي الطبيعي الأشياء الطبيعية ضيب ونحن نتحدث قلتيني عام زايد عام زايد أنا أريد أن أعرف شو الفعاليات اللي عندكم حق عام زايد الحمد لله نشكر الله في البداية أننا بدناها بمخيم الشتوي عن تغذية تكسر سعادتك اللي هي توصيل خلاصنا العزبة هاي خلاص كان الختام بوحد 30 إن شاء الله هاي نعم فإن شاء الله سنجاي بإذن الله حسب الناس طلبها يعني نشكر الله ناجحة جدا الردود رائعة عملنا استبيان ما اتوقعت أنا 99% يعني كان فيه بس ممكن الله يخليك فيكم بأمانة محمود أنت ما أصرت كمان صراحة أشكرك جزير الشكر عبر الله ولأن فعلا ما أصرت نرجع لفعاليات عام زايد عنا دي اتش اي اتهم تغذية تكسر ساعاتك اللي هي توصيل اللي اعتمدها المعالي اللي طول عمره اللي توصيل التغذية للبيت عنا الحضانات اللي هين إنه منقدم وجبات مقابل وجبات هاي اللي بيشتروها الناس بشكل صحيح من الهي خمس درام بتروح لدعم البلدان اللي تعاني من سوء في التغذية أيضا عنا في عام زايد اشتركنا في عمل كتاب لتشجيع القراءة مجاني سبونسر للناس ووزعنا في المكاتب أربع مكاتب رئيسية في دبي وبتقوم إحدى أخصائي تغذية بالتواجد هناك لشرح التغذية للأطفال لغاية الآن ولسه مستمر في عنا برمضان بس خليها لوقتها طيب نحن عنا أقل من دقيقة سيدة وفا عايش مديري دارة التغذية العلاجية نرجع لمبادرات الصحة للجميع تذكير بس سريع يعني عن هذه المبادرات وكلمة أخيرة طبعا احنا عبر منبرك منبر صحة وصعادة البرنامج الرائع بقول يا جماعة التغذية الغذاء الطعام شيء جميل واستمتعوا فيه ولكن بذكاء كل وأعرف كيف تاكل الصحة للجميع بتيجي ببناء جسم صحي المي أساسي لأنه 70% من جسم ومي ما تنسى تشرب المي واشربها عن طريق أكلها يعني عن طريق إنك تاخد خضار لأنه الآن وكل المي واشرب الأكل كل المي إنك تخذ خضار وفواكه كفاية لتعطيك فيتامينات تعطيك معادن وبنفس الوقت بتخول جهاز المناعي لديك أتمنى الصحة للجميع أشرب أكل شو أسوسر لك مثلا لا لا اشرب الأكل بمعنى أنضغ الأكل إلى أن يتكسب جيدا وبالتالي تمتص كل المعادن اللي موجودة فيه وكل المي إنك تخذها عن طريق الخس لخيار اليح الشمام كل الفواكه والخضار اللي فيها مشروبات فيها مي كفاية عشان أنا جسمي يستمتع بصحة وأكون فعلا حققت الصحة جميل السلام عليكم هل سيكون تواجدكم في ممشى الرياضة مثل ممشى الخوانيج والورقة للتحفيز الرياضيين كنت عندكم مباقرة لازلنا سلسبيل الخير موجود والمي لسه عملنا هاي آه صح من ضمن عام زايد لسه موجودة نعم وإحنا متواجدين زودونا بالجدول هذا خلن نشرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممكن من خلال متابعتكم لقنوات هيئة الصحة في دبي على وسائل التواصل الاجتماعي تعرفون البرامج هذه اللي هي DHA underscore دبي في تويتر انستغرام يعني كل القنوات هذه اللي حتى سناب شات موجودين وصلنا إلى ختام حلقاتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة أنا ما دري تونم بالشين من الأسبوع تحرر الخميس بعدني متخمس عموما شكرا لك دكتورة وفاعيش شكرا لك شكرا لك يا ميرا كانت معنا في التنسيق ميرا المري وفي الأخراج ناصر السليمي وهذه تحياتي محددكم حمود يوسف العلي حتى نلقاكم في الغد إن شاء الله ويمكن تنضمننا دكتورة ند المل الله العالم هو أي دجازاتها الأيام لكن عموما حتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتنا وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي